طيب من خلال تجربتك ودارين أعدي البعض المفهومة التي قاعدتكم متواجد أن حصة التربية البدنية أو حصة النشاط في المدارس في ناس بتقول إنها هي كمنهج أكاديمي مكملة المنهجة الأكاديمية والناس بتقول هي بملو بقى وقت الفراغ للطلبة انت فرايك شنو؟ والله دام مفهوم خاطي جداً دام مفهوم خاطي ونحن في كلية التربية أو بدورنا كخارجي أساتذ التربية الرئيسية أو مدربين أو بالتخصصات كلها دام مفهوم خاطي ونحن بدورنا بنحاول نصحه فالمفهوم ده مصح أصلاً تربية رئيسية استثمار أو عندها عوايد مادية ما شاء الله داله ونناس قدر يتفهمت ونحن بدورنا بنقدر نوصل للمعلومة دي وبدورنا نرسل السالة إنه ملطر في فقط إنما لتنمية المواهب والغدرات وأشياء كثيرة جداً دور المدرسة طيب في نشاط الرياضي دور بكم في الطرد يكون شونا؟ والله يدور المدرسة مفترض تتيح فرصة للأستاذ على سنو يقدر الأستاذ بدوره يطور الحتة دي أو ينميه يعني تفرش زي ما قلوه سك ورود أو تهيي الجو لأستاذ تهيي الجو على سنو شنو يقدر يطور المرحلة دي لو دور يكون يعني ظاهر وملموس طيب إنت أستاذ لتربية بدنية في مدرسة في نفس الوقت مدرب لأكاديمية الحيكتين أنت شايفون هما بيد نفس الأداء في تطوير الرياضة أو كل المدرسة براه غيمة إزادة أو الأكاديمية غيمة إزادة ألفنين بيقدروا نفس الحيكتين؟ أول لدرب من ظاهر كدور طرفيه مثلا لكن في الأكاديمية الكادب يكون معها الأدوات كلها مكتملة يعني ظاهر بيقدر بيطور أكثر من ناحية الأكاديمية أما من ناحية المدرسة أخف قدر أو دور ضييف أو بنسبة قليلة يعني سيب أنت كمدرب للأكاديميات انتشار الأكاديميات أصبح يمكن كتير والحيكتين بتطوير في الرياضة أنت كوجهة نظرك؟ فعلا من الله الانتشار هو كتير لكن مفترض يكون بصورة مغننة في بعض الأكاديميات يعني دورة مادي دورة مادي مفترض الهدف يكون يعني مش يكون مادي نعم لا بد من الماديات ويشي لكن شنو يكون على أولى الاهتمامات أنه تطور مواهب أو تطلع مواهب للأندية أو في الساحات المناشط الدوريات كده ده مفترض يكون